السلام عليكم واهلا بكم هنعمل نهاردة ان شاء الله مع بعض تحلية بردة كده وسهلة وسريعة بمكونات بسيطة جدا بدون كريمة بدون بيد وبدون فرن طبعا هتتعمل على البارد وبيكون طعمها لذيذ قوي وبترطب كده في الحر اللي احنا في ده اول حاجة هنبدأ بسم الله هنكون محضرين القالب او الصينية اللي هنحط فيها او اللي هنعمل فيها الحلو بتاعنا وبيكون معايا كده بسكوت شاي اي نوع بسكوت سيدة بالشكل ده هنرس كده في البداية اول طبقة هتكون البسكوت وهتكون طبقتين على بعض مش طبقة واحدة يعني بعد ما نخلص اول طبقة نعمل طبقة عليها تانية علشان يكون البسكوت باين كده والطبقة بتاعته يعني باين وبعد كده هنحضر الطبقة التانية بحط كده كبايتين حليب في الكسرول ومعاهم باكو كريم كراميل اللي هو الجاهز ده وبقلبهم كده وبرفعهم على النار متوسطة مع السمرار التقليب لغاية ما الحليب يغلي معايا لغاية ما اتأكد ان الحليب بوصل لمرحلة الغلان بالشكل ده خلاص هطفع عليه بقى وارفعه من على النار وفي شفشة الخلاط بقى هضيف علبة اشتا ولو عندك الاشتا اللي هي بنطلعها من على وش اللبن تحطي نص كوباية نمان عشان ما عنديش استخدمت علبة اشتا جاهزة يعني اللا دالة ده المتوفر عندك وكمان ضيفت معاهم خمستاشر قطعة من البسكوت اللي استخدمتك كطبقة اولى وكمان معلقة صغيرة نسكافية وده اختياري وضيفت بقى الحليب بالكريم كراميل اللي كنا غلينا على النور وكل المكونات دي خلطتها في شفشة الخلاط وصبتها على طبقة البسكوت بالشكل ده وبزبط كده وبحاول اخرج لو في اي هوا واسيب الصينية كده تهدى شوية وبعد كده ادخلها للتلاجة الطبقة دي تتمسك بعد كده احضر الطبقة الاخيرة اللي هي سوس الشوكولاتة معايا هنا نص كوباية شوكولاتة متقطعة قطعة صغيرة مكعب زبدة معلقتين كبار حليب بدويبهم اما في المايكرويف او على حمام مائي وبستنى طبعا لما بتخرج معانا بقى الحلو من التلاجة وبتكون الطبقة دي تتمسكت تماما بضيف بقى صوس الشوكولاتة ده وده كده للتزيين يعني ممكن بديلي ترشه كاكاو وتحطه مثلا او تزيينه بشوكولاتة مبشورة ببسكوت مطحون يعني الطبقة الاخيرة دي للتزيين يعني حسب رغبتكو خالص ممكن تزيينوها باي حاجة انا زينتها بصوس الشوكولاتة ده وبيكون طعمه جميل بالمكونات اللي قلتلكو عليها بساوي بقى سطح سوس الشوكولاتة كواس جدا على سطح الصينية كلها بالشكل ده وببدأ بقى اطعها وقدمها ولو حاسيني ان هو عايز يجمد شوية ممكن تدخلو التلاجة بس هو جميلت في ساعتها لان الطبقة اللي قبليه كانت برده قوي فلما حطيت سوس الشوكولاتة خلاص بقى يعني تمسك بسرعة ونقدر نقدمه على طول بقى اطع كده بقى مربعات الحجم اللي انا عايزاه ونشوف مع بعد بقى القطعة شكلها ايه من جوة حلوة طبعا سهل وسريع ولزيز جدا جدا وبارد كده وطعم حلوة قوي قوي اعجبكم ان شاء الله تجربوه وتقدموه كده لولادكم او ضيوفكم وبالفة هانا وشفة لله هيجرب مع السلام